مشاهدينا مشاهديك كرمي في كل العالم اهلا بكم ولقاء جديد مع ميورها الاحتياسة وحلقة النهاردة الاربع 16 اكتوبر 2019 الاتنين كان عندنا حريق في كنيسة ماري جرجس حلوان والاربع عندنا حريق في كنيسة ماري جرجس المنصورة يا طرق ايه اللي بيحصل حد فاهم حاجة هل في قلق وخصوصا انه كان في مكتوب قابليها بشوية انه يا جماعة خلوا بالكم من الكاميرات الكنيس وعملولها تشيك والكلام ده كله وده انتشر على مواقع تواصل الاجتماع وقلنا يا طرى في حاجة هتحصل ولا ايه الموضوع فما سبب هذه الحرائق يعني النهاردة الحريق بالنسبة لكنيسة ماري جرجس المنصورة اللي حصل طبعا انه يعني اكيد حضراتكم تابعته بس يعني شارع بورستعيد بالمنصورة ومعنا فيديوهات والثور وكل حاجة هتوريكم كم برضو الضمار اللي حصل للكنيسة وانه الحريق طب ابتدى منين لفين كل دي امور اعتقد انه لازم ان احنا ندرسها ولازم نشوف ايه اللي بيحصل وهل في شبهة جنائية ولا نفاجأ برضو بانه زي كل مرة تتسارع كل وسائل الاعلام وتكتب لنا وتقول لنا انه ماس كهربائي طب هو المسك كهربائي ده بيتعرف اسناء الحريق او حتى بعد ما بنطفي الحريق على طول بنعرف انه ماس كهربائي ولا زي ما قلت المرة اللي فاتت انه قصة المسك كهربائي دي برضو مش فيه من يعني جروب او مجموعة مجموعة بحث وبيروحوا وبياخدوا عينات والمفروض انهم يدونا الموضوع ده يعني بعديها بشوية كده مثلا كيوم يومين طيب اي حاجة ولا هو على طول كده فاحنا معنا يعني خليني ابدأ معلش يمكن بديه فيه صور اللي هي يعني هو الحريق كان طبعا فيه كنيسة مرج الجس بالمنصورة واصابة آآ خمس اشخاص آآ بالتحديد كان فيه كنيسة صغيرة ملحقة بالطبق الثاني باسم كنيسة ماريمينة والبابا كرولوس وكان فيها قاعة المؤتمرات والحريق دمر الكنيسة والصغيرة والقاعة بالكامل وعندنا برضو صور بتبين الدمار التام بعد الحريقة ما اتطفت وقديهن على الارض يعني على الارض فيش اي مباني نهائي كله على الارض فاعتقد ان دي مشكلة كبيرة جدا حكاية ان احنا يبقى فيه تصارع ان احنا نقعد نقول في الاعلام وفي الوسائل الصحف يعني عشان كده معلش انا بقولت ان انا هبتدي من دي هاخد تغطية الصحف كده وحضراتكم بصوا المنظرة بصوا الشكل بالكامل على الارض اهي فايه بقى فانبص نلاقي انه الصحف تقول ان سبب الحريق بالوطن حريق في كنيسة مارجرجس بالمنصورة ومصادر بسبب ماس كهربائي مصادر امنية قالت السبب وراي الحريق ماس كهربائي طبعا كله متملي يعني كله معلش سامحون يعني واخد الموضوع ده كده زي ما هم في كل الصحف اكتبوا يا جماعة هو ماس كهربائي طب هوا الماس الكهربائي ده بتعرفوه ازاي يعني انتو انتو في ايه يعني ليه على طول كده بيبقى ماس كهربائي مصادر امنية نفس الاسطنبول مصر اليوم الوطن هتلاقي اليوم السابع هتلاقي كل الصحف المصرية مصروي كله ماء كله ده موضوع انه الماس كهربائي ماس كهربائي في التكييف والمعاينة الاولية تبين سبب حريق كنيسة ماري جرجس وده كان الساعة اتنينه الظهر وبرضو هو سببه وماس كهربائي في الشروق فاللي هو يعني احنا بنتكلم دلوقتي يا جماعة الحريق الساعة 12 49 معلش رجعلي لللي فاتت دي التوقيت خدوا بالكم التوقيت 12 49 49 ده مش واخدين بالكم انه ده بدري شوية على ان احنا نقول 12 49 يعني بعد الحريق بحاجة بسيطة مش ده بدري برضو شوية ان احنا نقول ماس كهربائي طب يا جماعة هو ايه المشكلة انه لو كان بفعل فاعل ان يبقى فيه شففاية ونقول بفعل وفاعل يعني يعني ايه المشكلة هيحصل ايه طب ما هو ونشوف الفاعل ده لانه الفاعل ده احتمال دلوقتي راحة هو ماري جرجس اختار ماري جرجس حلوان اختار ماري جرجس المنصورة واحتمال يختار ماري جرجس في حتة تانية فاحنا برضو محتاجين ناخد بالنا يعني اللي هو يعني برضو الدستورة هو المصادر الامنية هي هي اللي بتقول لكل الناس ان هو المصادر الأمنية دي قالت إن الحريق ماس كهربائي فبنا تساءل يعني وده سؤال مشروع إن هو ماس كهربائي برضو ليه يستهدف الكنيس وليه بيستهدف الكنيس وكنستين في خلال يومين والحريق والحريق يبقى كده يعني بالمنظر ده يعني فاللي هو فيه ايه فيعني الكل لو دخلتوا كده حضراتكم وكتبتوا طبعا ماس كهربائي بس شوفوا التعليقات وتساءل كل الناس إنه ليه ليه قصة إن إحنا كل شوية بيبقى عندي حريقة وبعدين ألاقي أنه الكصة اللي بتتقال إنه ماس كهربائي شوفين الحريقة كانت ضخمة إزاي والناس طبعا كلها وقفت وبترصد الموضوع وفيديوهات كتير جدا انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي من الناس في الشوارع يعني الناس كلها هي قاعدة تصور من زوايا مختلفة وبعد كده نلاقي طبعا على بال لما جات عربات المطافي وأطفقت الحريق الكنيسة على الارض الكنيسة الصغيرة كنيسة مريمينة والبابا كرولوس وقاعة المؤتمرات الكنيسة تقع بجوار جمعية شرعية والكنيسة الكبيرة ليه مري جرجس يعني زي ما هي ما فيهاش حاجة الحمد لله لكن في خمس أشخاص أصيبوا بينهم اتنين من قوات الحماية المدنية أثناء محاولة السيطرة على الحريق اللي شابة ظهر اليوم فيه كنيسة مري جرجس شارع قناة بورسعيد بالمنصورة بمحافظة إد أهلية الحريق غالبا يعني ساعة 11 ونص حاجة كده يعني تم الدفع بعشرين سيارة من سيارات الاتفاق من قبل قوات الحماية المدنية في محاولة السيطرة على الحريق تم فرض كردون أمني حوالين الكنيسة الأهالي والمصالين بالمسجد المجاور للكنيسة صارعوا بمساعدة رجال الاتفاق للسيطرة على الحريق يعني نشكرهم جدا نشكر هذه المشاعر الجميلة طبعا صرح الكس سموئيل محسن كاهن كنيسة ماري جرجس بالمنصورة والحيحنا بنحاول دلوقتي نتواصل معيهم بس زي ما انتو عارفين احنا بنتوقع طبعا يعني احنا يعني انتفقين ان يكون أبونا معنا بس هنحاول برضو تاني معاه من فضلكو زميلي علشان خاطر انه برضو نفهم التطورات ايه والكلام اللي بيتقال يعني وليه تقرير مبدأ يطلع في الصحف كده على طول قبل ما يكون فيه تقرير رسمي يعني ولسه هم كانوا بياخدوا العينات والصحف كتبت الكلام ده القمس القس سموئيل محسن كاهن كنيسة ماري جرجس بالمنصورة قال ان الحريق اندلع بالكنيسة الاول بدأ في القاعة الخشبية الملحقة بالكنيسة فجأوا بخروج قلسنة النار من القاعة الساعة حوالي 11 ونص صباح اليوم بالاضافة الى سماع صوت صراخ من طالبات المدرسة المجاورة الكنيسة ولما استفسروا وشافوا لقوا انه فيه حريق شاب في الدور الاخير فالحريق هنا بدأ من فوق لتحت يعني الحريق شاب من الدور الاخير في مبنى الخدمات عبارة عن مبنى خشبي قامت قوات الدفاع المدني باخماد الحريق بعد وصلها بربع ساعة اوضح كاهن الكنيسة ان الحريق جاء من ناحية سوق الخضار بجوار الكنيسة دي التصرحات اللي صرح بيها القس سموئيل محسن وبسؤالي عن ما اذا كان هناك ايه شبهة جنائية قال ان احنا بننتظر طبعا تفريغ كاميرات المرقبة وقال احنا على الفور اتصلنا بالمطافي وخلال عشر دقايق كانت سيارات المطافي بمكان الحادث وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واخماده مفيش خسائر بالارواح لكن فيه اصابة خمسة تم نقلهم جميعا للمستشفى وانه هيتم تفريغ كاميرات المرقبة ده كان في الاوائل خالص بي جمع احنا معانا دلوقتي كلام تاني عن موضوع كاميرات المرقبة هقول لحضراتكم بعد قليل الحريق نتج عن تدمير جزء الخشب من المبنى والادوار الاخرى في المبنى لم تتأثر واللواء فاضل عامر مدير امن الدقاهلية كانت تلقى اختار من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ لقدارة شرطة النجدة بارتفاع لسنة النيران الشديدة من داخل كنيسة مارجرجس بورس شارع بورسعيد البنصورة انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيرات الادفاق والاسعاف الى مكان الابلاغ للسيطرة عن الحريق قبل انتقاله لباقي الكنيسة والمباني المجورة لان الكنيسة ملاصق لها سوق مدرسة وعمارات سكنية وطبعا كان لازم انتحرك بسرعة علشان النيران ما تمتدش لكل ده اكدوا الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة ان الحريق اصفر زي ما قلنا عن اصابة خمسة اتنين من رجال الادفاق وصيبوا باختناق وتلاتة من الاهالي صدمة عسابية وشخص جريح شخص كان عنده جرح بسيط بالقدم والتالت جرح بسيط بفروة الراس وتم نقلهم جميعا الى مستشفى المنصورة العام الجديد اللي هي الدولي سابقا قائمة المصابين هم رضا السيد محمد الحديدي اربعين سنة مقيم شارع بورسعيد مصاب بجرح بالراس ابانوب بوترس عزة ستة عشرين سنة مصاب بكدمة بالكتف الايمن كرولوس ملاك نظير تلاتة عشر سنة عنده صعوب التنفس نجاح كوم عبد العال واحد واربعين سنة اختناق وهو من احد وهو احد افراد قوات الادفاق محمد عبد الحميد عثمان احد افراد قوات الادفاق ايضا اصيب برضو باختناق شايفين السورة يا جماعة عايش تجعلين الاسطورة يعني يعني بجد فعلا يعني معبرة جدا ايه الحريق دول مسك كهربائي دول محتاجين نقول فعلا زي ما قلت المرة فاتت برضو ارحمنا يا رب ارحمنا يا الله يعني مشاهد صعبة تعرض يعني طبعا زي ما شفته هنا بقى فيه اصابات يعني ماري جرجس ما كانش فيه حلوان لكن هنا زي ما انتوا شايفين يعني الاصابات والمشاهد والدنيا يعني ربنا يكون مع الجميع وصدر بيان مبدئي من نيافة الانبة داود عن حريق كنيسة ماريمينة حيث الانبة داود اسقف المنصورة طبعا وطابعها قال فيه وكان منشور على الصفحة برضو صفحة الصفحة الرسمية يعني الكنيسة الابائك هنا الموقرين وجميع الشعب المحب للمسيح ببرشية المنصورة طبعها بركة رب المجد يسوع المسيح وقمنا العدرة تكون معاكم نخبركم ان ما حدث بكنيسة ماريمينة والبابا كرولوس الملحقة بكنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس بالمنصورة هو حريق اتى على الكنيسة باكملها كنيسة اللي هي ماريمينة والبابا كرولوس حيث انها من الخشب الى الان لنعلم سبب الحريق لكن انا على ثقة ان الله سيسمح بابناءها مرة اخرى بنعمة ربنا ونشكر كل من حضرة واتمقلنا علينا في هذا الحدث الجلل سيادة المحافظ مدير الامن قوة الشرطة والجيش والحمال المدنية والادفاق وفضيلة الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الاوقاف واعضاء مجلس النواب رجاء اتباع الهدوء والسلام والسلام من اجل ترتيب كل خير لمجد اسمه الكدوس ده طبعا كان يعني بيان مبدئي وبيان هادئ جدا جدا كان يعني بعد الحريق بحاجة بسيطة مش بكتير يعني اما نشاطاء السوشيال ميديا وكانوا كاتبين وكذا حد من من اللي كتبوا الكلام ده قالوا يا جماعة احنا من الكنيسة وبنقول لكم ان الكلام ده هو الصحيح والكلام ده اللي موجود عندنا دلوقتي واللي احنا كلنا في الكنيسة شعب الكنيسة متأكدين من الكنيسة على تصميم هندسي بأعلى مستوى بها لوحة توزيع تشمل مفتاح عمومي 100 امبير وده كافي لتشغيل مصنع بالكامل فيه بداخل اللوحة 6 مفاتيح اوتوماتيك توزيع 30 امبير للمفتاح ويوجد 30 مفتاح اوتوماتيك للانارة في وقت الحريق كانت الانارة والتكفية والمراوح مفصولين ولم يحدث اي شيء في لوحة توزيع الكهرباء او الاسلاك برغم الحريق لوحة توزيع الكهرباء مزودة باجهزة وقاية ضد زيادة الطيار وارتفاع الجهد العالي اعتقد بعد هذا التوضيح من المصادر لا يكون سبب الحريق ماس كهربائي وعلى الاجهزة الامنية معرفة المتسبب الحقيقي في الحريق اعتقد يعني ده موضوع وكان برضو قالوا حاجة تانية عن الموضوع ده موضوع الكاميرات كمان وانه هو لما تم تفريغ الكلام اللي هو في الكاميرات عفوا ان الكاميرات كلها يعني اللي كانت موجودة كان برضو تقال انه ما فيش اي مصدر كانوا شافوه لاي ماس كهربائي خالص في كل الكاميرات يعني وده برضو حاجة تخلينا نقول يعني انه بلاش التصرع في قصة انه ماس كهربائي لانه قصة انه ماس كهربائي دي قصة الحقيقة يعني بتستفز شوية انك انت تقول انه ماس كهربائي قبل ما اساسا يعني اي حاجة يعني بجد فعلا يعني قبل ما اي حد يتكلم عن اي حاجة وقبل ما حد يقول حاجة فقصة الماس الكهربائي دي شوية يعني بتزعل يعني اللي هو استنى طب شوية يعني بعد ما بيكون فيه بالفعل كلام يعني مؤكد عن الجزء الخاص بانه فعلا فيه التحقيقات والفحص وكل ده اسبت يبقى احنا بنتكلم في حقيقة لكن مش ان احنا يعني نقعد نقول انه هو ماس كهربائي من غير ما يعني من غير ما تبقى عندنا الادلة الكافية ومن غير ما يكون فيه الوقت الكافي وحتة مصدر امني دي اللي بيقعد يقول ماس كهربائي الحياة برضو شوية ايه محتاجة انه احنا يعني ما يكونش الموضوع ده بسرعة يعني زي ما بقول لكم كانت كتب من كذا حد انه قصة النفيه امان تام والكلام ده كله والحاجة التانية برضو قصة انه الجزء الخاص زي ما بقول لكم بتفريغ الكاميرات ده برضو اللي كان بيتكلم طبعا الناس برضو بتتساءل ليه الحريق ما بيعني الحريق ده على طول كده ما بيحرقش غير يعني اللي هو دلوقتي يعني الماس الكهربائي ده بيجي على الكنيس آآ برضو كانت اتبعتتلي زي ما قلت لحضراتكم آآ برضو موضوع فحص الكاميرات انا كنت بدور عليه ولاقيته اهو ما نقول وان كنت انا هاني هاني اعمات بيقول ان كنت انا هاني بشخصه يعني حضرت فحص الكاميرات بعيني من البداية ومن النياب مع النيابة والادلة الجنائية تم مراجعة كل الكاميرات اللي جوا الكنيسة لحد آآ برة والكاميرا المواجهة للوحة الكهرباء مفيش اي ماس كهربائي حصل خالص والكاميرات ما فصلتش الا لما فصلوا كهربائي الكنيسة كلها آآ وفقا لكل الفيديوهات آآ الحريقة يعني ممكن بس لو زميلنا انت اتاخدها مني الصورة معلاش آآ وفقا لكل الكاميرات فالحريقة آآ النار بدأت من السقف ونزلت لتحت قضت على الكنيسة والقاعة لو كان فيه ماس كهربائي كانت النار مسكت من تحته طلعت للسقف الفوق الكنيسة تحدف عليها حاجة من ناحية السوق مشتعلة نزلت على السقف قدت لاشتعال النار الاول في السقف من ناحية السوق ونزلت لتحت كل الفيديوهات بتأكد ده ياريت ما نديش الفرصة لحد يقولك ماس كهربائي عشان ده مش صحيح وما حصلش وزي ما قلت لحضراتكم انه الموضوع ده كان نقلا عن هاني آآ عماد آآ شفيق وهو من آآ يعني وهو طبعا آآ زي ما قلتلكو انه يعني بيقال انه هو من شعب الكنيسة يعني وانه هو حضر تفريغ الكاميرات بالكامل وكل ده فبالتالي اعتقد انه قصة انه نقول انه الحريق ده آآ يعني بسبب ماس كهربائي بسرعة كده من غير اي حاجة خالص فاعتقد ان دي محتاجة تروي آآ شوية وبنحاول ان احنا نفهم زي ما قلت لحضراتكم برضو يعني احنا لغاية دلوقتي مستنين نعرف موضوع برضو حريق آآ كنيسة مرجرجس حلوان واتمنى برضو لو قدرنا نتواصل مع احد الكهنة هناك ونحاول تاني برضو بالنسبة لكهنة المنصورة آآ ممكن بس زمايلي نحاول من فضلكو في التليفونات مرة تانية بعد اذنكو لانه احنا محتاجين برضو نسمع ايه الجديد يعني ده اللي احنا جمعناه من خلال كل ما كتب من خلال شعب الكنيسة من خلال اللي اتبعت لنا من خلال التعليقات اللي جات لي على الصفحة عندي لما بنتحدث انه قصة الماس الكهربائي لانه محتاجين انه زي ما قلنا كده انه ما تبقاش الحكاية ان احنا بسرعة نقول وده برضو يعني عتاب كبير على الصحف انه من فضلكو يعني الحريقة لسه بتكون خلصانة لسه بياخدوا العينات ونقول مصدر امني الماس كهربائي طب المصدر الامني ده جات له رؤية يعني ولا المصدر الامني ده ايه بالظبط مش يستنى شوية طيب يعني هي كده الحكاية انك انت حتى بعد يعني تاني يوم يا سيدي يقول لكن ايه قصة ان احنا على طول اول يوم دي في اول حاجة يعني مس كهربائي الموضوع مش كده يعني وش معنى ده اللي بسرعة كده بتطلع النتيجة بتاعته حاجات تانية نقعد نستنى النتاج ما بتطلعش النتاج فانا برضو الحكاية دي شوية مش فهمها معلش لو امكان برضو يعني لان عايزة بس اللي انا قلته من شوية من يكون من مصدره ومعرفش تقدروا زميلي عشان زي ما بقول لحضراتكم ان احنا ما بنجيبش الموضوع غير من يعني اللي بيتبعت لنا واللي بيتقاله هاني عماد شفيق اللي تكلم عن موضوع الكاميرات وانه هو كان معاهم في تفريغ الكاميرات وطبعا الصورة دي انتشرت بشكل كبير جدا وكانت حتى فيها شوية مجموعة صور للأثار الحريق ومنهم الصورة اللي احنا شوفناهم شوية فاعتقد انه زي ما بقول لحضراتكم كده انه محتاجين يكون اهو يعني ما نديش الفرصة لحد يقول لك ماس كهربائي عشان ده مش صحيح وما حصلش والحريقة كله قال حتى ابونا في الاول خالص برضو من الكنيسة قال ان الحريق بدأ من فوق ونزل لتحت فالماس الكهربائي ده بيجي من فوق ازاي مش الماس الكهربائي ده فعلا يطلع من تحته ويطلع للسقف النور بقى اللي جات من فوق لتحت دي الماس الكهربائي ده جات زي فوق فعموما يعني زي ما بنقول هن يعني هنحاول وهنتابع ومعنا برضو زي ما قلت لحضراتكم انه بالنسبة لكنيسة ماري جرجس حلوان بنتابع معاكم برضو الموضوع وكان آآ يعني آآ يعني احنا شوفنا الصورة المؤسرة وشوفنا الحياة زي ابونا اندراوس وابونا اسانسوا اتأثروا جدا والحياة برضو شباب الكنيسة الجميل كان نضف الكنيسة وبيحاولوا برضو ان يصلوا يكملوا صلاة فيها معنا ومع حضراتكم قد سابونا اندراوس عزمي كاهن كنيسة ماري جرجس حلوان قد سابونا اهلا بيك ويعني ان شاء الله الكنيسة زي ما احنا عارفين يعني زي ما احنا كل بيقول هتتبني تبقى جميلة وترجع جميلة لكن قلنا يعني ايه اللي صدر من يعني زي ما بنقول التحقيقات او معلومات رسمية بالنسبة للحريق اه بنعمة ربنا بعد الحريق ما كام اه يعني تدخلت النيابة نعم اه بات الحوالي المدنية وخدت بصمات اه لنش هتاخد الكيسة كلها يا خدت جزء من الكنيسة اللي هو كان فيه الحريق يعني اه 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 لا معلش ممكن يكونوا خدوا الحريق مش المقيم الاساسي. فديك خوافنا من حاجتين ممكن تقريري بقى صالحنا او غير صالحنا. لا انا مش فهم الجزئات يا ابونا سامحني معلش ممكن. لا الكنيسة كلها متفحمة. ايو. فدخل ما خدش اتفحمة كله في كنيسة خد جزئيات من الكنيسة. اه. فممكن نحظنا السيء يقع في الجزئات اللي من فهاش ده. اه جليل. اه قاطع. طب احنا مسلا بالنسبة لكنيسة المنصورة يا بونا. اه بالنسبة لكنيسة المنصورة مسلا كانت قال ان الحريق بدأ من فوق لتحت. على اعتبار برضو دي حاجة تقول انه ايه صعب مسك هربائي. هل برضو اتقال الحريق بالنسبة لكنيسة مرجرجس حلوان. بدأ ازاي ولا مش معروف لغاية دلوقتي? انتو فجأتوا لانه كان بالليل. بدأ من المزبح. بدأ من المزبح. بدأ من المزبح. اه. اه. تمام. بدخانة. اه. وان شاء لكم عندي كنيسة كلها خشب. اي. لما ابلغوني وجيت مطاف جات الاولانية انا وافق لو ميت مطاف جاتاة. ان الحريق يا من خيص تنتيه على الاخ. على القلب. وده الحصب. طب ليه يا ابونا معلش? يعني بيحصل. كلها خشب. خشب. ام. والخشب شد بيكمل بعضية. ام. فقدم شد الخشب بلعمة ربنا كنسة كلها الصحانة. مع هذا حجرة الاجساء. حجرة الاجساء. والمعمودية. 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 والخدمات بتاعت اخوة رب. وخدمات ايه يا ابونا? الحجرات بتاعت اخوة رب. اخوة الرب. طب هلا انه دي كانت اتبانت مسلا بالطوب يا ابونا ولا ايه اللي خلى التلاتة اماكن دول المعمودية وحجرة الاجساء. بتاعت اللي هي الجارية الالمانية. بقالها اكتر من مئة وعشرين سنة. اللي هي الكنيسة دي. يعني كل حاجة تصميم. اشتريناها. اشتريناها ست الف تنمية تنمية وتسعين. يعني مئة وعشرين سنة. اشتريناها منهم ست الف تنمية وتسعين. تمام. فكل حاجة في الكنيسة يعني انتو اضفتوا اي اجزاء هل المباني التلاتة اللي حضرتك بتقول ما اصبهمش الحريق هنا المعمودية حجرة الاجساد حجرة اخوة الرب. هل دول كان كان اضافوا للكنيسة ولا انتو من ساعة ما اخدتوا الكنيسة من الالمان? لا المعمودية الاجساد ما اضافة الكنيسة. اه. مش متجد يعني هما من الاول. من الاول زي ما هما كده انتو ما عملتوش فيهم حاجة. من ساعة ما اخدتوهم من الالماني يعني. اه يا كديسة. وعشان كده برضو تقال كتير ان دي تعتبر معجزة نشكر ربنا انه انه فعلا يعني الحجرة الاجساد ما اصبهاش اي شيء والمعمودية وحجرة اخوة الرب. بالرغم مش. حجرة يمكن برضو. اه. في اليوم ده كنت طالع برحلة. مم. باخوة رب مية وعشرين فرض. مم. فانا كنت بحكم مع سيدنا. قلت له ممكن مارجرجس قال انا ههدم كنفسي عشان عطل ابونا. عشان مطعش بكرة. كان يمكن احصل حاجة بالاولاد والبنات والاطفال. ممي عشين فرض. كانت هتبقى روح كثيرة وخسار كثيرة. مارجرجس دولك انا اقدر ادنك نفسي. لكن مش اقدر ادنك نفسي. لكن مش اقدر ادنك نفسي. صحيح يا ابونا. صحيح زي ما بنقول التوب وكل المباني وكله يتعود. لكن الروح انسان عمرها ما بتتعود. يعني انتو اخوة الرب دول كان ممكن يكونوا موجودين في الكنيسة وقت الحريق ده لكن. لا كنا رحيين رحلة. اه. اليوم تاني يوم. اه. يعني الحريقس لحد كنت طرع الاتنين. مم. يا ربنا سامح ومرجز حبيبنا ما رضيش ضيع ولاده. انا كنت متوقع كده اللي فادها الاولاد دي كلها والقصد دي كلها. تمام. الحمد لله. طيب. انا هيحصل حاجة. فقالك لانا اقول لها كنفسي عشان اعاعد ابونا. اه فهمتك يا ابونا. طيب الحمد لله يعني طبعا بنقول كله للخير واكيد يعني فيه اه حاجة بيبقى اه ورسائل ربنا عزه ولهلنا حتى. لست اعلم. صحيح. لست اعلم ما افعله لكن فيه ما بعد سوف تفعل. صحيح يا ابونا صحيح. احنا اتأثرنا اوي. اكيد. بس ما اضعفش الخير فيه. حقيقي. انت ربنا عايز يعمل حاجة اللي احفادنا اولادنا. اه في عهدين. صحيح يا ابونا. ده ده حاجة يعني وردة جدا. يا مش كنسة ادية مبنية. ما مش كنسة طويلة دي. لبنوها. عالمين اللي الان لما يحصل كده نقدر نبنيها احنا كان. ان شاء الله يا ابونا. ان شاء الله. وتتبني بنفس التصميم يا رب. يعني زي ما برضو البعض كان حتى اه يعني في بعض المواقع اللي هي مش مصرية كانوا بيتكلموا عن انه الحريق ده اه 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 عادل الازهان حريق نوتر دام. انه شبيه بحريق نوتر دام وانه طبعا دي تعتبر واحدة من المعالم التاريخية اللي برمز بيحمل فيه طياتو طبعا عديد من الاحداث ومعلم ديني. انه زي ما قدسك طول الف تمنمية تمانية وتسعين. يعني اعتقد يعني انه وكان ليها طراز برضو كنيسة طراز جميل. وزي ما قالوا. طراز جميل. وما كنا محتفظين بيها او اللي نغارش منها حاجة وي وي لاخره. لكن سمحت عناية الله اللي ارادة معينة. اتمنى يا ابونا نقدر نتقدروا ان شاء الله باذن الله انه تعيدوا بنقها بنفس الطراز يعني ان امكان يعني. بنعمة ربنا جاءنا النهاردة. اه. المحافظ ده عطلنا لجنة. اه. وبصوا. وآآ كلامهم معنا بس ما ادناش عن الفايدة القوية لكن ما اكتشفت من كلامهم. اه. اللي بنعمة ربنا. هنرجع القصار لو مش داخلها في القصار ابقى في فرحة للشعب. فانت معناها قلتوا ما فيش في القصار كنيسة انت مع طوطة. فانت بالفعل او خانيهم بيقولوا مبروك هتديني كنيسة مرة اخرى. والنعمة ربنا بكرة احتمال. اه. يصد القرار من المحافظ. اه. بعدا بكل كنيسة لحين بناها. طيب. اه لكن الشباب احنا شفنا بعض الفيديوهات وكان شفنا بعض الصور الشباب لما نضفوا الكنيسة هم كان عندوكو امل يا بونا انه على الاساس لانه طبعا على بال البنا والدنيا وهياخد وقت فانه الشباب كان نفسهم انه حتى تتصلى في الكنيسة في الوضع ده لغاية ما انا مدي لهم وعد لصليهم دمع. تمام وهي هيبقى ممكن. وعد من المحافظ لينا. ام. الكنيسة ترجع احسن واحسن من الاول من حكم دار الكاهرة بنفس السوق. حيين مسئلين قلبا وكلمة لمحادتهم كبيرة. ام. مش عايزين نفتح مواضيع. طالما يعني اولادنا بخير وبسلام. نسيب ربنا نشتغل. لكن انا في كلام كتير. لكن احنا بالحاد نسيب ربنا نشتغل. ايوة ده كويس يا بونا. بس احنا برضو كنت لسه بتناقش في نقطة مهمة جدا. واكيد قدسك طالما يعني حصلت الحريق عندكم في الكنيسة. فبتسأل سؤال انتو دلوقتي مسلا اللاجنة دي واللي خدت العينات دي ممكن تقول لنا في خلال قد ايه مسلا. هل قدسك سألته سؤال ده. بكرة وبعد. نعم. كنت مع رأي في نيابة النهاردة قال ان بكرة وبعد. حلوة قوي. يعني معنا كده انا لسه كنت بقول يا بونا. انه انه قصة ان احنا نقول ماس كهربائي دي في في اول ما الحريقة بتحصل. يعني مش طبيعي ومش وقعي ابدا. يعني المفترض انه حتى زي ما قدسك بتقول من من لسان النيابة قالك يعني بكرة او بعده. والحريق من يوم لاتنين. يبقى انا كده يعني مش اقلمنا اربع خمس ايام عشان نعرف ونقول انه الحريق ده بسبب ايه? فاللي بيقوله حريق مسكهربائي. اعتمدوا على الكاميرات يا السازة ورجعوا الكاميرات. اه. طب هل في الكاميرات عندك يا بونا زهر اي حاجة بتقول انه مسكهربائي? لا في الحقيقة انا عدت مع رأيس نيابة وصمم يسرد الكاميرات قدقاني بس كان وقت بقى طويل. حضرت فترة بلعة. وبعد كده بنعمة ربنا شبت وكمل مع المعنص عندنا من يبقى في الكاميرات. يعني يعني الكاميرات برضو تفريغ الكاميرات مفيش حد قدر يقول انه جابت اهي حاجة بتقول انه مسكهربائي. للان لم يزهر شيء. طبعا يعني دي سور برضو. ولا نعرف ناس كهرباء ولا عمل جنيه. جنيه. اه. وزي ما ابتديت قدسك ان العينات اتخدت بشكل طبعا مش من كل الماماكن كلها كلها. اه. وبالتالي ممكن حتى برضو تكون اجزاء تظهر او لا تظهر. فانا كده عندي. اه. تمام تمام. يعني لكن يا بون. بنتمنى ان هي يعني زي ما بنقول كده ترجع جميلة. اه برضو في مهندسين متميزين محتاجين برضو انه الابرشية يعني تتواصلوا بالتأكيد مع المهندسين واعتقد انه اه لو في برضو يعني صور والحاجات اللي زي كده التقنيات الحديثة دلوقتي ممكن برضو ان هي تساعد انه الكنيسة يتم بناءها تاني بالشكل بالشكل اللي كانت عليه بازن ربنا يعني. بسلواتكم ودعواتكم وتعبيراتكم ومحبة الشعب والعطاء. امين يا رب امين. حاجة اخيرة يا قدسة بونا احنا شفنا تأسركم جدا. قدسك وقدسة بونا اسناسيوس على الكنيسة والوقفة قدسك طبعا والبكاء وانتو بتحضروا بعض ويعني واضح انه كان فيه تأسر فكان فيه تعبير كده بيقول ليه بتبكوا على المباني ابكوا على النفوس يعني ترد على يعني الكنيسة زي ما بنقول انه ليه كم سنة تقريبا يا بونا في الكنيسة مرجرجس حلوان. تلاتين سنة. تلاتين سنة. اه تلاتين سنة. طب تقول للناس ايه المشاعر دي يا بونا مشاعركوا لما قدسك واقف وبتشوفوا الكنيسة وبتحضروا بعض وانه وحتى الام ببسانتي نفسه برضو بكى. يعني اه وضح وضح ده للناس اللي مش فاهمين يا بونا يعني تأسركم ده ليه? دبيتي دبيتي. تمام. دبيتي اللي بتمتع بيه وكلام ببنا فيه. مهم. دبيتي اللي بريحني. صحيح. انا عندي واحد من الاسرة من عيلة حصل له حاجة. ده قاعد ما اكونش روشة. فكان بالحرية بيت اللي بكلم فيه ربنا. مهم. اللي بريحني. صحيح. انا بقى تعبان ده ادخل مكتب واقعد وغمض هناك كده اقول له انا رجل صيحنا. مهم. انا مش ازاي ولاحظة ازاي. صحيح. حاجة دي لها ارادة. دي لها مشاعر. مشاعرك بتتحرك لحظة. مشاعر الانسان. اكيد شايدنا لك عشان كده. ومشاعر راح بتتحرك. والعواطف. انا بقف على المسبح اصلي. كيسا بصلي وبيقصي مجمع حالي. حاجة جميل. صحيح. آآ يعني انا حبيت بس قدسك بنفسك اللي تقولي الكلام ده لان الحياة انا برضو يعني رضيت الحلقة اللي فتت على الموضوع ده وانه الموضوع موضوع ان احنا نتأثر على مبنى وعشرة وده بيت ربنا ملوش علاقة خالص بانه فيه بكاء على ارواح يعني ايه علاقة ده بكاء على الارواح شيء بكاء والتأثر على بيت زي ما قدسك بتقول بيتك لك تلاتين سنة وبيت الشعب واللي بيجمعهم فيه اعتقد دي حاجة تانية خالص. ان شاء الله يعني يتم عادة بناءها بسرعة. ونفرح معاكم يا قدسك. صلاة. صلاة. صلاة القدسين ربنا يكون معاكم. وطبعا اي برضو معلومات رسمية هنحاول برضو نتواصل يكون فيه تواصل دائم مع قدسك عشان نعرف طبعا البيان. ربنا يخليك. ناخد بركة. نشكرك جدا. ونقدم شكرا لسيد رئيس عبد الفتاح السيسي وبنقول له انظر لاولاد حلوان روح المحبة اللي انظرت بها دي كده وربنا يسمده هاويه ويسمده المسئولين صار بفرض العالم المسيان وربنا يفرح كله كل الناس يجعل السلام والهدول والمانس في البلد. صار قراص البابا لنبط الروس. والشريك والخدمة والصلاة بنا مكرم لعالم المسيانتي. والابا المحبين اللي يصلوا من اجل الكنائس من اجل الشدة اللي فيها. امين يا رب. بنشكرك شكرا جزيلا من وجود قدسك معينا النهاردة. وبرضو يعني الرؤية دي. واحنا في انتظار انه ان شاء الله بازن ربنا تعود الكنيسة وتبنى بنفس النظام بنفس الاطار او بنفس الشكل اللي كانت عليه. وده اللي احنا بنتمناه. كنيسة من اقدم الكنيس زي ما قد سابونا قال. البناء الخشبي بالكامل وتصميم فريد قديم بيعود زي ما قلنا يعني كان الالمان الكنيسة اخدوها من الالمان. وتصميم حتى بيكلموا عنه انه كان نفس التصميم الاوروبي الهارمي. وبيعلوها العديد من الايقونات القطية واللي فيها رموز كنسية جميلة. وكان فيه برضو اعتقد طالما وصلنا للصورة دي زميلة كان فيه صورة للكنيسة قبل الحريق. ما عارفش معنا ولا لأ. بس برسي اشكركم جدا. فزي ما انتو شايفين الشكل. شكل ازاي? شكل الهارمي ده القديم. ونتمنى. نتمنى انه التقنيات الحديثة واعتقد ده يعني ممكن جدا يعني انه ترجع الكنيسة تاني بهذا الشكل وبهذا الطراز آآ مرة اخرى. وطبعا يعني الشباب في الكنيسة وزي ما بونا قال هو اخدوا وعد انه هيصلوا فيها بازن الله. وان يعني بيتمنوا اعادة الاعمار للكنيسة بشكل برضو سريع. وبرضو كان الوكيل موترانيت حلوان كان برضو هيتم قال متى وكيف ستم اعادة الصلاوات عموما يعني مش بس يوم الجمعة. واه احنا شفنا الكنيسة انها يعني كانت تم حركها بالكامل. نحن في انتظار هل سيتم تجددها بذات الاتراز الخشبي مرة اخرى. ولا ده هيعرضها لخطورة. ولا ممكن ان احنا يكون في اصدار ترخيص بالهدم واعادة البناء مرة اخرى. وآآ يعني اعتقد انه محتاجين ان احنا يعني نتابع الامر ونشوف. وزي ما قلتلكم برضو كان في محافظة ده قهلية كان تفقد احنا هرجع تاني لمنصورة. انا بس بربط لان احنا في خلال يومين. مرجرجس حلوان ومررجرجس المنصورة. وبرضو مش عارفة زميلي لو قدرنا نوصل لكهن آآ آآ ابونا افراما او احد من الكنيسة. طيب عندهم اجتمع. طيب يعني معلش بقى يمكن نقدر برضو يموت جمعة حاول نتواصل معاهم هتكون برضو يعني لا اكيد يوم الحريق نفسه والدنيا دي كلها بيبقى يوم صعب صعب جدا ربنا يكون في عنهم ونحاول نفهم منهم برضو المرة الجاي محافظة الدقاهلية كان تفقد المكان وكان لي بعض التصريحات خلينا نشوف هذا الجزء وكان حتى منشور على اليوتيوب الخاص بمحافظة الدقاهلية الدكتور كمال جاد شاروبي محافظة الدقاهلية وكان تفقد مكان الحريق ووجه بتوفير كافة الرعاية المصابين وإزالة أثار الحريق بسرعة وتوفير كافة المكانيات المطلوبة لتلافي أثار الحريق وكلف رئيس حي غرب بإزالة المخلفات والتف عدد كبير من الكهنة والأباء حول المحافظ وكان في حضور الأنبى داود مترانة المنصورة وتابعة ولكمس فرايم راي كنيسة ماري جيرجس وعدد كبير من قائدات الكنيسة بمحافظة الدقاهلية وطبعا كان فيه نقاشات للتعرف على سبب الحريق وزي ما قال قد سابونا الدراس حريق ماري جيرجس حلوان كان من يوم لاتنين وقالوله بكرة أو بعده يعني خد معيك أربع خمس طياب أرجوكو أيها الصحف اللي انتو بتتصرعوا بتنشروا موضوعا بس كهربائي من فضلكو ننتظر للتحقيقات لنهاية التحقيقات ما فيش داعي يعني تقول ماس كهربائي ولا حد بيقول لك قول اني جنائي لأنك لا نعرى لنا المتأكدين من ده ولا متأكدين من ده هيتكقول أنه بالفعل بيتم دلو هيتم الفحص وأخذ العينات وهتطلع النتيجة وأن أعلمكم يعني ممكن صحفيا تقولها كده يعني ببساطة جديدة جدا ما هيش محتاجة أي حاجة خالص خالص من حضراتكم يعني ولا أنه ولا المصدر الأمني ده اللي احنا برضو نكلم المصدر الأمني ونقوله نرجوك تروى بلاش الخطابات اللي بتوصل كده والإيميالات اللي بتروح للصحفيين كلهم أنه هودوا كتبوا الخبر كده يعني بلاش ده بليز يعني أن احنا يعني احنا بنتكلم دلوقتي على الدنيا جديدة بتحصل وماضية جديدة وشفنا الرئيس الأسبق مبارك وهو بيزهر ويتحدث عن إنجازات الإنجازات اللي قام بيها ودوره في نصر أكتوبر وشفنا برضو معارضين بدأوا يظهروا على شاشات التلفزيون وشفنا كمان ناس مزعين كانوا تركنوا معرفنا شو تركنوا ليه وكانت فيديوهات بتطلع وبعدين بتدخل تاني وبعدين يعني بتطلعوها شوية كده وحاجات غريبة وبعدين الناس بتنسى ونلاقي المزيع اللي كان عليه حاجة ولا بتاع رجع تاني وبنقول البداية جديدة وجميلة وهندي فرصة وبدأنا نلاقي البرلمان جميل قوي برضو البرلمان دلوقتي بيه برلمان الشعب وبيدفع عن الشعب فاحنا حستينا حاجات حلوة كتير كده بعد الدعوة اللي كانت من الإخوان ومحمد علي بالتظاهر انه فيه سياسة جديدة فيه استراتيجية جديدة فيه حاجات جديدة بتحصل ممكن نكمل بالنسبة لملف الإبتي وما تبقاش برضو فيه الحاجات حاجات القديمة نسيبها وننساها ونعمل حاجات جديدة حلوة وجميلة ما تستفزش مشاعر الناس وتخلي الدنيا تبقى فيه دوق ما بقاش فيه أي حاجة كده فعش يعني تطلع تقول يعني استنى لو في النهاية بعد 4-5 ايام قلتلي ماس كهربائي هيبقى وقعها ورد فعلها مختلف تماما عن منت بتقول لي كده في الأول انه ماس كهربائي يعني فده تمنى إن شاء الله انه يعني تكون الأمور فيها شفافية وانه حقيقي فعلا يكون فيه دنيا جديدة اليومين دول كده وحاجة لزيزة وحاجة حلوة في الإعلام وفي الدنيا كلها ويبقى فيه حق المواطن وحق والشفافية ومعرفة الموضوع الحقيقي ايه ده يعني كلها كده تكون معانا بإذن الله ده كان بالنسبة للحريق كنيسة النهاردة ماري جيرجس شارع بورسعيد المنصورة او كنيسة ماري مينة والبابا كرولوس الملحقة بكنيسة ماري جيرجس ومن يومين كان كنيسة ماري جيرجس بحلوان ربنا يسهل ويتبنوا وتبقى حاجة يعني وطلعوا كمان جمال جدا ويعني يعود الشعب ده واعتقد يعني برضو شعب حلوان منتظرين ان هما كنيسة ماري جيرجس حلوان يكون في صلوات يعني الى حين الانتهاء من البناء من حرائق اللي بتحصل في الكنيس لحرائق في لبنان صعب جدا 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 الحقيقة حرائق التهمت مساحات واسعة في لبنان وسط عجز فرق الاطفاق عن اخمدها برضو كانت في تساؤلات هل يترى هذه الحرائق بسبب جو الحر واللي بيحصل وانه كل سنة تقريبا في الوقت ده بتكون في حرائق ولا بفعل فعل ومشاهد يعني مؤثرة جدا 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 يعني لدرجة الحقيقة انا قبل معرض اي تقارير قبل معرض اي حاجة كلنا لقينا كل مواقع التواصل الاجتماعي نشرت فيديو مؤثر جدا 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 لمزيعة او مراسلة قناة الجديدة وهي قناة الجديد وهي بتبكي حليمة طبيعة يعني كان ترند على مواقع التواصل الاجتماعي مش بس حريق لبنان ولكن حليمة طبيعة هذه المراسلة اللي ما قدرتش تمسك دموعها وتأثرت جدا باللي بيحصل وبصراخ الناس وخلينا نسمع حليمة قالت ايه وانتو كمان هتتأثروا زي ما كل الناس اتأثروا بتغطية حليمة للحراق المشهد المشهد مبكي هنا المشهد مبكي في الدام والعنجات مش قادرة يتميلك نفسي العالم عم بتصرخ ببيوتها العالم عم بتصرخ العالم عم القاني والنار فاتت على البيوت وحاصرت الناس وصريخ الناس عم نسمع وما في حدا يساعد منتمنى الاجهزة الامنية بالقرب من مشروع الاخضر المشروع تشجير الدامور الاخضر في ناس عالقاني ببيوتها عم تبكي وعم بتصرخ ونحنا مش قادرين نوصل منتمنى من الاجهزة الامنية تقدر تطلع تساعد دفاع المدني الديني هوني الديني هوني عم تحترق وفي عالم عالقاني ببيوتها في ولاد كانت عم تركض وعم تحرب والناس ما قادرت كلها تضار من بيوتها منتمنى من الدفاع المدني من الأجهزة الأمنية، من الجيش، من قوى الأمن، من أي حدا قادر يوصل لهون يطف النار وينقذ العالم لأنه عند جد الوضع مش مقبول، مش مقبول في نسبة عم بتحاول تهرب من فوق، ما بتحاول تخلص زكريا متقرب في عالم فوق، بعد في عالم فوق في خي وأمي هلأ جايين بعد في حدا تاني، بعد في حدا غير ما بعرف إذا باتعمني بعدهم، بس في أمي وخي جايين هلأ وراي يلا حفظ الله على السلام يعني أنا أبكيتني الحياة لما شفتها الأول مرة ومرة الثانية يعني بجد فعلا صعب جدا جدا متخيلين حضراتكم لو بيكون في حراء بيبقى الدنيا الشكلائي والمواضيع إيه طبعا ومواضيع الحرائق اللي بتحصل في أماكن مختلفة في الأيام اللي فاتت حتى في حرائق كاليفورنيا حرائق برضو في سوريا والكلام ده كله بس حقيقي بيبقى صعب جدا 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 إن حرائق تقوم والناس في بيوتها وإزاي إن هي تحاول تنفد زي ما بقولوا كده بجلدها وتحاول إن هي تطلع من كل ده في البداية واللي حصل كان يعني هنشوف برضو التقرير من قناة العربية على الحرائق اللي التهمت مساحات واسعة في لبنان وتزامن اندلاعها مع ارتفاع في درجات الحرارة وكان في ريح شديدة هي اللي ساعدت على إنه يكون فيه انتشار للحرائق أكتر نحو 103 حرائق في مناطق لبنانية عدة وفي كما نقلت الوكالة الوطنية الإعلام على المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار تركزت الحرائق يعني من التي لم تتمكن في البداية فرق اليدفاع المدني من إطفاقها وتم الاستعانة بطائرات من أماكن مختلفة الحقيقة من قبرس ومن بعض الأماكن الأخرى المساعدة في إطفاق الحرائق وبعد كده كان برضو ساعد الحريري طلب مساعدة خارجية وكان يعني حصلت أمطار وأطفقت الحرائق والناس اتبسطت ولكن كانت الحرائق قدلعت مرة أخرى خلينا نشوف التقرير واللي مش موجود في التقرير هقوله لحضراتكم أرض قاحلة التهمتها النيران هكذا بدت مناطق مختلفة في لبنان بعد كارثة طبيعية حلت ليلا على بلدات من الشوف وأقليم الخروب هبى الأهالي لنجدة غاباتهم وأراضيهم وعائلاتهم في ظل تواضع إمكانيات الدولة اللبنانية سليم واحد منهم لكن الأب الثلاثيني دفع حياته الثمنا لتطوعه مع تأخر وصول عناصر الدفاع المدني ركضوا صار يطفي وهو عنده مشكلة شوية بصدروا في عاقلة كترة الدخين اللي تنشأوا المهم كان بهالفترة وصلوا الشباب الضائع ووصل دفاع المدني قدروا يطفوا النار يعني دلوا لآخر نفس موجود معهم هو راجع على الطريق ما عنده ياخد بقى نفس رغم تدخل طوافات الجيش اللبناني والدفاع المدني إلا أن اللبنان الرسمي وقف عاجزا أمام هول الكارثة عجز انعكس غضبا في الشارع خاصة وأن جمعية لبنانية كانت قد تبرعت بطوافات عملت حتى عام 2013 قبل أن تتخذ الحكومة قرارا بوقف صيانتها توصلت مع إيادة الجيش والقائد الجيش مشكور بعث لي جنرال هيكل وشرح لي تقنيا ليه ما بيقدروا يطيروا هيدا التيارات المطار طبعهم كتير كبير إذا قربوا من الحريق على قوة الهواء عم بيرجعوا يولعوا هن الحريق غير أنه الكابل طبعهم كتير طويل بكل المحلات لعنا شراية كهرباء أو عميد هوتاسيون وهيدا كانت أكبر كارثة أنا يهب المشرف مبارح وكانت طوفتان من كبرس قد لعبتاء الدورة الأبرز في إخماد الحرائق قبل أن يحصل لبنان زي ما شفتوا طبعا مشاهدينا إيه اللي حصل وزي ما قلت لكم الحرائق لما الأول انتغشرت وكان فيه تساؤلات وبعدين مش قادرين يدفقوها فيه برضو كان إبلاغ عن بعض يعني فيه تلاتة قتلة قيل إنهم بسبب الحرائق الحرائق وفيه منطقة المشرف بجنوب بيروت كان برضو يعني في أماكن كتير جدا ما كانوا مش قادرين يدفقوا الحرائق وكان فيه عجز أرسلت بقى قبرس طقرتين شارقت مع طوافات للجيش اللبناني في عمليات مستمرة لإخماد الحرائق وأيضا بعد ما اندلعت مرة أخرى كان برضو المجهودات استمرت وعدد من الجامعات والمدارس أعلانوا عن طاقه في العملية الدراسية بحسب الوكالة الرسمية الأبنانية للأنباء وطلب البطريار كمار بشارة بوتروس الراعي من ساحل العاج جميع اللبنانيين برفع الصلوات والتدرع إلى الله على نية لبنان ونية أهل الذين يعيشون أوقات عصيبة مع اندلاع الحرائق من الشمال إلى الجنوب مرورا بالشوف والإقليم ويسعد الحريري كان قال أنه هو أجرأ اتصالات مع عدد من الدول لإرسال مساعدات وتوافات وطائرات إضافية لإطفاء الحريق وقال أن إحنا لم نترك جهة إلا واتصلنا بها للمساعدة أجرأنا انتصالات بالأوروبيين وأرسلوا بالفعل مساعدات وصرحت وزيرة الداخلية رايا الحسن بعد اجتماع لجنة إضافة الكوارث يوم أمس السلاثاء أن اليونان استجابت لطلبنا وستوفد طائرتين المساعدة وكان تصدر هاشتاج لبنان يحترق وصلوا لأجل لبنان قائمة أكثر وسومت تويتر انتشارا حول العالم تفاعل المغردون معه بشدة إذ أعراب الكثير منهم عن سختهم بسبب طريقة تعامل حكومة لبنانية مع أزمة الحرائق كما ذكرت برضو في الأول الموضوع أنه كانت برضو حليمة طبيعة من المزيعة لمرسلة قناة الجديد كانت أيضا تصدرت تويتر مع أيضا هاشتاج لبنان يحترق ومدى تأثيرها ومدى تغطيتها لهذه المشاهد وأنها إنسانة قبل أن تكون مرسلة وسائل إعلام بعد كده بقى لما كانت المطرة نزلت وفرحوا جدا بأنه قد إيه المطر الغزير اللي ساهم بوقف تمدد إيه الحريق وبالفعل كانت انطفقت وبعد كده زي ما بنقول لما عادت مرة أخرى كان بالفعل في الطائرات والمساعدات وقدروا حاليا أن هم نجحوا في أنها تطفق وده كان المشهد حتى زي ما مكتوب في القيل بسين ومشهد كاريسي ألسنت اللهب أضاءة سماء عدة مناطق لبنانية وشايفين المشاهد المتصورة بالطائرات قد إيه كانت منطاطق واسعة مناطق كيتي كبيرة جدا جدا وإنه كان مشهد مبكي حقيقي يعني مشهد مبكي واتنقلت فيديوهات كتير جدا كانت معبرة عن زي ما قلتلكم بالحرائق نيجي بقى لأسباب الحريق من وجهة نظر المختصين المدير السابق للدفاع المدني العميد المتقاعد درويش حبيقة كان بيقول في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط أن الفترة دي من السنة الممتدة بين شهرية سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول تكسر الحرائق بالعادة في لبنان نظرا لتحول التكس إلى خريف رطب وأوضح أنه في شهر سبتمبر بتبتل أوراق الأشجار بسبب الرطوبة بالجوم نسمى تضرب الشمس بكوة الغبات الأمر اللي بيؤدي انبعاث مادة الميثان أو الـ CH4 وهي مادة سريعة الالتهاب اللي هي الطبيعية يعني اللي بتحصل بشكل طبيعي وتابعة أنه التفاعل ده بيؤدي أي تفاعل للسجائر أو مواد حركة مع المادة دي اللي هي الميثان أو الـ CH4 بأنه يحصل هذه الحرائق الشديدة ودرجات الحرارة تخطط التلاتين درجة مع وجود رياح شديدة فكل ده بيخلي أنه النيران تشتعل مع الرياح تنشر النيران بشكل أكثر وأنه 95% من الحرائق الكبيرة بتكون إما مفتعلة أو سببها إهمال بمكان معين أي تكون من صنع البشر ولكن في لبنان عادة ما يشهد بين 20 و 22 ألف حريق بالسنة الوحدة لكن حريق الفترة دي ليس كأي شيء رأيناه من قبل وبين عامي 2005 و 2008 كان بيتكلم المسؤول اللبناني حبيقة وبيقول أنه كان شهدنا عدد من الحرائق اللي كانت ضخمة نوعا ما منها حريق بمنطقة الدبيا بالشوف وآخر في الدنيا بشمال لبنان إلا أن ما نشهده اليوم ويعد أقوى وأضخم الحرائق منذ زمن ربنا يكون معيهم بنتمنى أن إحنا ما نسمعش عن ضحايا أكثر بالنسبة لهذه الحرائق وربنا يعود كل البيوتهم اتحرقته وأماكن ومدارس وحاجات كثيرة جدا وبعد انتفاق الحرائق بالتأكيد بيكون فيه تقارير بقى وافية عن الخسائر والأضرار وبتحاول بعد كده أنه يتم تعويد الناس ويشوف برضو إيه اللي ممكن يحصل في هذه الأزمات زي ما قلت لكم أنه برضو في حرائق كمان في سوريا وواضح أن الوقت ده وكان عندنا في كاليفورنيا برضو اليومين اللي فاتوا وكان قالوا أنه هم هيطفوا هيعملوا شوتداون أو هيقطعوا الكهرباء وبالفعل على مكان كتير جدا عشان تحد من الحرائق لأن ده اللي بيحصل على طول الكهرباء والجاز بيتقفلوا في أي مكان بتشب في حرائق في سوريا بقى كان في عدة محافظات بسوريا برضو اندلعت الحرائق منذ يوم الاثنين الماضي فيه ترسوس واللزقية غربه وحمص وسط وفقه ما نقلت وكالة الأنباء السورية سانا وتمت السيطرة على الجزء الأكبر منها الوكالة نقلت عن محافظة اللزقية إبراهيم خدر ليلة الاثنين الرياح الشديدة وعدم إخماد الحرائق في الوقت المناسب إضافة إلى وعورة التدريس وصعوبة الوصول لمنطقة لمناطق الحرائق ساعد على انتشارها ودي استور زي ما شايفين حضراتكم دي من سوريا يعني إحنا عندنا لبنان وعندنا سوريا وتمانين في المهم الحرائق كان تم السيطرة عليها نشرت برضو كان فيه صور لصحب علامة دخان الكثيف تغطي مناطق وزعة في ريف ترسوس وكانت الأراضي مكسوة باللون الأسود وكتل عصران من دائرة حراج اللزقية أثناء إخماد الحريق في ريف اللزقية وفيه ترسوس نشب أكتر من مئة حريق منذ يوم الاثنين وده كان ننقل عن المحافظ صفوان أبو سعدي في مكالة سانة يعني المحافظ ترسوس وقال إن استطلع المعظم الحرائق تمت ولفت إلى تزامنها مع موسم جاني الزيتون أما في حمص فالمحافظ طلال البرازي كان بيقول إن الأضرار اكتصرت على الماديات لا سيما الأشجار في بعض المناطق الحراجية وشبكات الكهرباء اللي بتمر من هذه المنطقة الجبلية ذات الطرق الوعرة ربنا يمد إيده ويطفق كل الحرائق في أي مكان نتيجة للأجواء الصعبة وإذا كان برضو في ناس الشريرة يعني ربنا يبتل مشوراتهم ويعني ما يكونش في حرائق أخرى في أي مكان لا بفعل فعل ولا بسبب الجو أما في اليابان فكان فيه إعصار هاج بيس ده إعصار كان إعصار عنيف جدا وحصيلة القتلة ارتفعت وكان فيه مفقودين حوالي أكتر من 56 قتيل وفق هيئة الإزاعة الوطنية فيما عملت فرق الإغاصة طوال الليل بحثا عن ناجين وكانت الحكومة أعلنت وفاة 14 وإذا أقولكم بعد كده الحصيلة بدأت ترتفع تدريجيا إلى الإعلان برضو عن مفقودين الإعصار كان في اليابان إعصار هاج بيس في اليابان كان إعصار شديد جدا 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 وبلغت سرعة الرياح حوالي 200 كم في الساعة اضطرت الوكالة اليابانية للأرصاد الجوية لرفع مستوى التحذير إلى الحد الأقصى المخصص للأوضاع الكارثية المتوقعة وبالتالي زي ما حضراتكم كده شايفين إنه الأمر وصل إنه المياه مغطية الدنيا وكان فيه إجلاق سكان من أماكن كثيرة جدا جدا ولكن احنا متعودين مع اليابان الحقيقة إنه هما بيقدروا بسرعة يعني يعني يحاولوا إنه هما يبنوا كل ده من تاني ويقدروا إنه هما زي الزلازل اللي كانت حصل والتسنامز والحاجات اللي زي كده ولكن بنشوف قد إيه إنه هما أقوياء في إنه هما يقدروا يعيدوا الدنيا إلى ما كانت عليه وشعب فعلا يعني بيقدر يعني يتحدى الكوارث نروح بقى زي ما أنا قلت لكم شوية خبر الساعة في مصر والتريند اللي كان في مصر هو مبارك وأكتر كلمة كان فيها بحث على جوجل مبارك إيه اللي حصل بعد كل السنين دي إنه إحنا نلاقي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك اللي كانت قامت بسبب صورة 25 يناير إنه يرجع بعد كل السنين دي حوالي 8 سنين ويتحدث في قناة خاصة القناة دي على اليوتيوب وكان قبلها من كام يوم كده كان ابنه علاء هو اللي أعلن إنه والده هيزهر ويتحدث بعد الأول حديث بعد تنحيه عن السلطة أو عن الرئاسة في مصر واستعاد ذكرياته عن حرب أكتوبر هناخد مقتطفات ولكن الأهم الأسئلة برضو اللي مطروحة في ذهن ناس كتير قوي واللي كان جدل كتير على مواقع تواصل اجتماعي هنحاول برضو من خلال الموجود على مواقع تواصل اجتماعي نقول لكم الناس بتقول إيه وبتعلق بإيه وبعض التحليلات يعني والقراء لزهور مبارك في هذا الوقت وحديثه بهذا الشكل عن إنجازات حرب أكتوبر يا ترى ليه على حرب أكتوبر وينجب أن يعلم الشغل مدى التضحيات التي قدمها جيل أكتوبر حتى يمحوا أثار الهزيمة وحتى يستعيد القوات المسلحة ثقتها في نفسها وينفاجح بالكتور بيقول ليه المطار بينضرب الرنوي في حفر ترى ليه قال للرنوي منضرب ترى ليه قال تعلموا في حفر هجموا على القرب الرنوي اتصلت بالجوش في الخيادة العامة قلت له مانزل فيه الجوال الجديد وصير أسوان فيه ساريك ستضرب إنه ما فيش غير في القصر قال له نحن نضيك خبر اتصلت بالوم تاني قال له نحن نضيك خبر كنت خلاص وانا ماتت بطراعة ألف ننزلت في القصر يا نوبك لك ما فيش فترة طويلة في القصر وإذا طيارات السعيدة لقد ضربت رغم المطار المليان بالطيارات مصر الطيارات موناء ضربوا تلع الطيارات ولا لا يعني نقصي بماوسط مع الطيارات السلع بتاع مضار عندنا حزب الظنار يكننا الساعة ممكن 11-12 رجعنا ركبنا المطار الساعة ستة وصلنا بالنسوف جئت بحزن رعيب طرح أن الطيارات كلها انضربت طيب يروف هنا غرب القائر وكلها وبعد كده كمان فيه طيارات مقتلات انضربت في القناة والجيش كان بيجري انضرب ويجري ما فيش خطة تنسعب ولا حاجة فالضربة كان شغالة والمعدات انضمرت وبتاع ضرب بمفاجأة وكتبت من امتى من قبل من قبل قطع القار اللي فعل الأنشاير الخنابل وانت أنا معارك جوية كانت معركة جوية مش معركة حاجة تانية ضربنا فيها حوالي 17-18 ساعة علاما منتذكرا عندنا نضطر بقى إخوط خوض لأنه بيفتح الابتاع الابتاع بيسانك إخوط كثير جدا وعندنا خسرنا أربع طهرات ورجعت طالبنا وابتلينا بعد كده إسرائيل ما دخلتش عندنا في المنطق يوجد جهة المنصورة على الإطلاق أبدا الثانية نشتغل بقى على إيه الصغر اعتبرنا بقى يوم 14 والكبر ده عيد القوات النوية لأن أدبر معرجة حصلت جوية في عادة كبير جدا من المقتلات مقتلات اللوة من المئة واباعة ومئة واثنين وهما التأمويل بتاع المستمر ففي ختال جوية حد خمسة دقيقة أطول معركة يلوها نسمعنا لي عشانك سيدرس لأجيالي القادمة ايه ساعة وستين وايه ثلاثة وسبعين ثلاثة وسبعين عملناها عشان نكون أول نكون فكاننا نجحنا فيه انتصارنا في الحرب قدمنا مثلا طيب جدا للشعب ولنا هنتخيل ماذا سيكون موقف مصر اليوم لو لا هنتصار حرب اقترب حياتي للشعب المصري وأتمنى له كل خير طبعا كان واضح احنا احنا عاملين ادت خاص بنا او يعني جزء اخدين اجزاء ولكن هو نفس التسجيل ككل على موقع يوتيوب كان ظاهر جدا انه معموله منتاج وطبعا كان فيه تحية وتقدير من الرئيس مبارك للرئيس محمد انور السادة وفيه جزء لو تاخدوا بالكم لما كان بيقول طب انا انزل فين ده كان برضو بيتحدث عن ناكست سبعة وستين وانهما لما كانوا بالطيارات وفيه جزء لتاخدوا بالكوة لكوة 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 ل وطبعا بالهجوم الاسرائيلي وانهما مش عارفين يعملوا ايه وتغيرت الخطة وكانت ناكست سبعة وستين فهو تطرق كده انه هو قال انا قد في القيادة في الجو وقلت القيادة انزل فين وتطرق لكل الزكريات دي وحية الرئيس السادات وانه هو بعد اول ما قال له انه الضربة الجوية وكده فقال انا صحيت الصبح وانزلت من بيتي سبعة ونص رحت المكتب ووقفت قدام باب المكتب ما فيش حد كان يعرف موعد الحرب ما كانوش يعني ايلين عشان لكن كان عارف الخطة كويس وقال انه سبب اخفاء موعد الضربة الجوية عن الضباط بالكوة الجوية قال انا كنت متكتم بالموعد جدا عشان عنصر ومفاجأة كان مهم للغاية لان لو حد عارف وتسرب الموعد كانت اسرائيل هتكون مستعدة فكنت حريص جدا اني ماقولش كلمة لأي حد ولا حتى لرئيس العمليات ولا رئيس الاركان بالكوة الجوية والخطة كنا مشتركين فيها وكل حاجة يعني كانت معروفة الا موعد الحرب وبيقول بقى لما جيت قال مبارك ان الرئيس الراحل انور السادات اكد لانتصار في حرب اكتوبر مجرد ما تم ابلاغه من يعني مجرد ما بلغ مبارك السادات بالنجاح الضربة الجوية الاولى فقال انه هو تحدث لغرفة العمليات الرئيسية للقوات المسلحة بعد نجاح الضربة الجوية ورد عليه المشير احمد اسماعيل وزير الحربية وقال له انه السادات كانت تحدث طلب انه يتحدث اليه وبعدين يعني كان ليه الكلمة الشهيرة بتاعته ياولاد كده فقال لك كسبنا ياولاد ده كان السادات يعني وكلماته وكتير حاجات كتيرة جدا ويأتي زي ما قلت لكم ليه مبارك ظاهر في الوقت ده بعد كل السنين دي شكله كويس شوية يعني مش زي ما كان بيطلع في يعني مريض جدا في كان في الجلسات اللي كانت جلسات الحكم يعني حاجات كتير جدا لدرجة ناس قنوات نزلوا الشارع ويشوفوا برضو الموضوع ايه البعض قال انه القنوات المصرية ما تترقتش للحديث قوي بتاع مبارك لكن نسبة المشاهدة كانت عالية جدا وبالتالي المشاهدة على السوشيال ميديا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى الحاجات دي كلها كانت عالية فكان موضوع انه زي ما بقول لكم نشوف ونرصد كده بعض ردود افعال الناس على السوشيال ميديا حول الظهور محمد حسني مبارك وحديث عن ذكرات حرب اكتوبر وفي هذا التوقيت بالتحديد فطوال حديث مبارك لم ينسب لنفسه اي بطولة او فضل حتى في معركة المنصورة بالرغم من بطولته وحنكته الساعة العسكرية فيها وعلى العكس من ده حتى ان هو تكريمه من الشهيد بإذن الله اعتبره تكريم لكل قوات الجوية في شخصه كم انت عملاق في عظمتك يا ايها الرئيس مبارك ده عمر مبارك زي ما انتوا شايفين كلمة مبارك وكاد هاشتاجوا اكتر كلمة بحث في جوجل التاريخ قال كلمته يا رئيس مبارك وانصفك اسرع مما كنا نتخيل الرئيس مبارك وحشتنا يا رئيس بطل وقائد من تراز رفيع وكمان كان برضو فيه طبعا يعني زي ما قلت لحضراتكم كانت فيه يعني ردود فعل حول هذا الموضوع مختلفة عن التساؤلات وعن الامور الخاصة بانه يعني زي ما قلنا كده موضوع ان هو لم ينسب لنفسه كان برضو ازعت كلمة مبارك ما فيهاش تلميع ولا حب الظهور ولا حاجة كلمة كانت بازن الدولة وخصوصا انها تزعت على قناة صادة البلد واعتقد ان الرئيس حب يكرمه لانه الجيش ما بينساش ولاده وداله مساحة ده حساب اسمه نابض مصر وداله مساحة بصفته بطل من ابطال حرب 73 وقائد القوات الجوية وقتها وكان فيه تجاهل للإعلام ليه بطاله هبدو هاري وبعدين كان برضو فيه عاوز تعرف مين مبارك اسأل دي نانا حساب باسم نانا وحطى صورة ديانا اسأل عنه رامل سينة هتقولك مبارك بطل حرر لينا اردينة برضو هيسم ابو خليل كان بيقول بيحكي لنا اسرار 30 سنة جرف يوم مصر سياسيا وعلمين وقتصدين وعسكريا وعن كيف أنشأ الدولة العميقة وكيف حاول مؤسسات مصر إلى دم في يده وكيف مات آلاف المصريين هنا ضد يعني ما احنا بنقول فيه منهم اللي معهم وفيه اللي ضد وكيف مات آلاف المصريين في عهده تعذيبا وغرقا وفقرا أما الحقي عن اكتوبر فلا حديث بعد شهادة رئيسه الفريق النزيه سعد الدين الشازلي الراجل بيتحدث حساب باسم خربانة بيتحدث عن بطولة في حرب اكتوبر ولم يتحدث عن فترة حكمه فلماذا التحامل عليه من ينكر دوره في الحرب فهو جاهل وحاقد له ما له عليه ما عليه شافك الله وعفاك وحافظك أيها البطل مبارك ده بالنسبة للتعليقات اللي كانت على بالنسبة لرد الفعل حول حديث مبارك اللي كان تم الاعلان عنه قبلها الحاجة التانية اللي قلتلكوا عليها برضو من شوية ظهور المعارضين في الشاشات وخصوصا مع عمر أديب حيث ظهر الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلا في مصر وكان اتكلم عن انه ما فيه شفافية وتكلم عن حاجات كتيرة مع الاعلام يا عمر أديب وانه ازاي كان في الرئيس واجه تحديات كان اختارها الامن حقق بعض الانجازات منها استتباب الامن وجرى الاهتمام بقضايا الطاقة والبنية والاساسية والعشوائيات وكل ده ولكنه اضافة ان العلاقات الدولية لمصر تحسنت وانه الفترة الحالية بتختلف عن ولاية الاولى الرئيس السيسي وانه ده يعني ان البلاد في حاجة لرؤية جديدة بعد اختبار الجمعتين اللي فاتوا يبقى كده فيه امور زي ما انا قلتلكم اتغيرت وبدأت نشوف حاجات كتير بعد الدعوات بتاعت الجمعتين اللي هم جمعة عشرين واللي بعدها و27 المهم انه هو بيقول انه طبعا احنا شفنا الناس اللي نزلت والكلام ده كله وعيش في المنصورة نزل فيها عشرين واحد الناس اتخذقت معاهم الناس مش عايزة تغيير ثوري او امكلابي التغيير لا يكون الاب وسيلة واحدة حددها الدستور وهي الانتخابات كما تردت حاليا انباء عن التغيير الوزاري ولكن من المهم ان تشهد البلاد تغيير في السياسات فمحمد غنيم قال ان المعارضة المصرية ضعيفة ومفككة وليست منظمة لانه ما فيش حياة سياسية وقال ان المعارضة مش لقية وسائل الاعلام المناسبة للتعبير عن رأيها المعارض هيعبر عن رأيه فين اللي بيعبر في الجرنان ممكن يتمنع من الكتابة طب هيعبر فين في الفيسبوك دي تبقى معارضة مفتتة وتأثيرها ضعيف لكن المهم ان احنا تاخد المعارضة شكل شرعي عشان يكون لها التأثير المطلوب وقال ان عايز نشتغل في شرعية دستورية اديني فرستي وما تفجر ليش الاحزاب متداخل اديني مناخ الحريات وانتخابات نسبية وكل ده هيؤدي لقيام احزاب ومعارضة موضوعية لان المعارضة مش لازم تكون سياح وصراخ قال كمان الفيديوهات الفتحة والتسجيل الصوتي للمعارضين فقال لك طبعا انه لما كان وقعت الرئيس السيسي عندما كان يتفاوض مع الرئيس الاسيوبي اثناء سد النهضة وحلفه بعد بعدم الحاق الدرر في مصر فقال له كان المفروض يتم التعامل فيها احسن من كده فيه اسراف في بناء بعض المنشآت داخل مصر خصوصا انه بلد محدود الدخل ليه اعمل مقر المجلس الوزراء في العالمين وليه نقيم منتجع في الجلالة كنا خلينا القطاع الخاص يقوم بالدور ده ونتجه لاشياء اخرى ضرورية ولما واحد كان بيشتم مصر وقعت برة والمقصود بيه لما يقول محمد علي ما كانش يصح ان الرئيس يجاوب عليه وانزعكت بالإجابة اللي قالها حلو قوي ان الكلام ده على فكرة لان فيه قراءة كده يعني قراءة بتقول ما كانش مفروض ابدا الرئيس يبقى فيرسس محمد علي مين محمد علي علشان يبقى الرئيس يرد عليه اساسا وهو الرئيس قال ساعتها قالك انا انا قالولي ما ردش بس انا كان لازم اقول لأ كان لازم تسمع اللي قالولك ما تردش المهم برضو تكلم يعني الفكرة انه باختصار يعني عشان ما اقولش الحظ يعني انه مثلا بيبقى فيه معارضة تبصت لقي المعارض ده تطلع له فيديوهات المعارض ده يتقبد عليه الحاجات دي كلها قالك عدم الشفافية هي المزرعة العظيمة للشائعات لما ما يبقاش فيه شفافية والدولة ما تتكلمش بشفافية طبيعي انه الانشاعات لما تطلع هيتم تدولها بسرعة لانه انت ما عندكش الحقيقة الحقيقة غايبة الشفافية غايبة كل ده قاله محمد غنيم مع عمر قديم وانه برضو نوع من انواع الانفتاح دلوقتي لان احنا نتكلم في حاجات كتير كانش ناس قادرة تتكلم فيها وزي ما قلتلكم حطوا جنبها اعلاميين رجعوا حطوا جنب ده انه مبارك بيتكلم حطوا جنب ده انه المبرلمان بدأ يطالب بحقوق الشعب هل ممكن ده يبقى يعني هو ده اللي يستمر بس بشكل ما يكونش مجرد سياسة وقتية ان دي تكون السياسة المتبعة في الفترة اللي جاية في مصر ده كلامي انا مش كلام محمد غنيم لكن محمد غنيم الحقيقة كان برضو فيه ناس قالوا عنه منهم محمد الباز قالك ده توقف وعيه السياسي وغير مؤهل للحديث عما يجري في مصر الان ارى ماشي فيه ناس برضو شايفة كده فيه ناس شايفة انه كويس الكلام ده انه يتقال وكل واحد زي ما بنقول بيشوفها من وجهة نظره فجينا برضو بخبر انه في الاتحاد المصر القرط القدم قرر تأجيل مباراة الاهلي والزمالك اللي كان مقرر اقامتها يوم الزبط المقبلد من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز على ضوء تلاقي الاتحاد تعليمات امنية في هذا الشأن وسوف يحدد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق بالنسبة بقى لموضوع معهد الاورام وتجديد حبس المتهم في حادث معهد الاورام خمستاشر يوم على زمة التحقيقات واللي هو اسمه حسام عادل ده كان مقبوض عليه في بالنسبة لقضية حادث اه اه المعهد الاورام اه النيابة كانت حققت مع المتهم وتمت مواجهته بالانتهامات المنسوبة له وامرت النيابة بحبسه على زمة التحقيقات وزارة الداخلية كانت في وقت قبل كده سابق اعلنت ان عدو حركة حسم الارهابية عبد الرحمن خالد محمود هو منفس حادث الانفجار امام معهد الاورام وهو متهم وهارب متهم هو هارب من اتهامه في احد القضايا عام 2018 والمسمى بطلاق حسم اللي هو اسمه عبد الرحمن خالد محمود هو ده اللي كان منفس الحادث وقالت نتائج الفحصة اصفرت عن تحديد عناصر الخليل عنقضية لحركة حسم فتم استئزة النيابة امن الدولة العليا لضبطها الاجهزة الامنية بالفعل ضبطت حسام عادل احمد محمد اللي هو معيز وهو احد عناصر الرصد والدعم والهارب عبد الرحمن جمع محمد حسين احد عناصر التنفيذ والمدعو ابراهيم خالد محمود شقيق الانتحاري والي يعد احد وسائل اتصال وتلقي تكلفات من كوادر حسم بالخارج الوزارة وزارة الداخلية اوضحت ان شقيق الانتحاري اللي هو ابراهيم خالد محمود ارشادهم عن مكان اختباء الارهابي الهارب اسلام محمد اوراني وكان سبق اتهامه في قضية تصنيع متفجرات واتلاف محاولات كهرباء اللي بدر باطلاق النار على القوات وتمكين الاول من الهرب فتم التعامل معهما مما اصفر عن مقتل هما كمان برضو كان في ملاحقة باقي عناصر الخلية الارهابية الهاربة اه وتم تحديد وكرين اتخذت هما للاختباء والانطلاق لتنفيذ العمليات واحد كان بمدينة اتصف الفيوم وتم استهدافه والعناصر الارهابية حاولت القاعدة متفجرة على القوات فتم التعامل معهم مما اصفر عن مقتل ثمن عناصر من الخلية الارهابية يمكن دي تفاصيل عشان برضو حضراتكم الخلية نفسها كلها وإيه اللي تم التعامل معاه من محاولة القبض عليهم وانه الخبر كان عشان نفكركم بس بالخبر نفسه انه المتهم اللي هو موجود دلوقتي ومقبوض عليه بالنسبة لمحادث معهد الاورام حسام عادل تم تجديد حبسه خمستاشر يوم على زمة التحقيقات بعد مرحلة الفقر المائي وزير النقل اعلن عن انشاء اربع محطات لتحلية مياه البحر وهيكون فيه تخطيط سبعتلاف كيلو متر طرق وجرى الانتهاء من اربعتلاف وخمسمائة كيلو وساهمت في تطوير اه مناطق اللوجستية وكان فيه مؤتمر مصر تستطيع اه قال فيه انه اه اه المفروض انه تنفيز تم تنفيز او جرى تنفيز اربعة وعشرين محور عرضي على النيل منز يونيو الفين واربعتاشر وجميع المشروعات نفذتها شركات مصرية تحت اشراف الدولة وقال وزير النقل ان جميع المشروعات وفرت فرص العمل والتجربة المصرية لتصويق المشروعات في الخارج برضو تعتبر نجحة وجرى التعاقد مع شركات يابانية لشراء مكينات العمل لعمل الخط الرابع لمتر والانفاء وقال بعد الرئيس اعلان الرئيس دخول مصر منحرة الفقر المائي تم البدء في انشاء اربع محطات لتحلية مياه البحر محطة شرق برسعيد محطة العين السخنة ومحطة هضبة الجلالة وانه فيه كمان انشاء مدن وتنمية في سيناء يعملان على محاربة الارهاب من خلال انشاء الطرق والانفاء وده كله كان تصريحات للفريق كامل الوزير وزير النقل اما بالنسبة لاكتشاف كبير جدا في وزير الاثار رفقه الدكتور مصطفى وزيري تفقد اعمال البعثة الاثرية التابعة للوزارة اللي بتعمل فيه جبانة العسى سيف في البر الغربي بالاكسر واللي نجحت في الكشف عن خبيئة ضخمة لتوابيت ملونة كان فيه توابيت كتيرة جدا ملونة من المنتظر اعلان تفاصيل هذا الاكتشاف يوم السبت اللي جاي في مؤتمر صحفي غرب الاكسر الكشف الاثري الجديد من اطخم واهم الاكتشافات اللي جرى الاعلان عنها خلال الاعوام القليلة الماضية يضم حتى الان اكثر من عشرين تابوت ادمي خشبي ملون في حالة متبيزة من الحفظ والالوان والنقوش كاملة ولازالوا مغلقين وتم الكشف عنهم بالوضع اللي تركهم عليه المسر القديم حيث تم العصور عليهم في خبيئة في مستويين الواحد فوق والاخرية في حتة مستخبية كده مينا مسعود يتصدر تويتر بسبب خطأ فرج عامر تصدر هاشتاج باسم مينا مسعود قائمة الاعلى مشاركة على تويتر بعد تغريدة مهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة اللي اعلن خلالها عرض فيلم الادن في النادي ورغم ان تويتر عامر كانت صغيرة مختصرة الا انها كانت مليئة بالاخطاء اذ كتب عبر حسابه نادي سموحة يعرض فيلم علاء الدين بطولة الممثل المصري العالمي رامي مالك الحائز على جائزة اسكر وعنها بقى مجرد ان نشر عامر هذه التغريدة انهالت عليه تعليقات السخرية من اخطائي الفيلم اسمه الادن وليس الهجاية الانجليش انه هو مش ايل 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 اي اي دي اي اين كمان هو بطولة مينة مسعود مش رامي مالك وأخطأ في كتابة أسكر كتب أسكر من غير الوقت فدي كانت صعبة شوية المهم يعني عموما كان فيه برضو اليومين اللي فاتوا موضوع طائرة قيادة الطائرة عن طريق محمد رمضان محمد رمضان كان بيسوق طائرة يا جماعة وكان عليها ناس تاني دا اللي الناس ألوا في الأول واتنشر المقطع منين كان نشهره محمد رمضان وقامت الدنيا وما قاعدت ايه دا بقى في ايه محمد رمضان بيعرض حياة الناس للخطر والجزيرة طبعا تبنت الموضوع دا وبعدين برضو جيه جزئية تاني ازاي حتى ازاي ان محمد رمضان بيكود طيارة المهم انه في النهاية طلعت ان هي طيارة خاصة وتابعة يعني كان فيه طيار ومساعده مصريان بيعملان في شركة مخصصة لإيجار التقارات الخاصة وتابعة لوزارة التوران المدني قالوا ان الرحلة كانت في طريقها طيارة خاصة كانت في طريقها من القاهرة إلى الرياض وانه كان فيه شخصية سعودية هو اللي تحمل تكاليف ايجار الطيارة الخاصة لنقل الفنان الشهير محمد رمضان اللي يحياء اول حفلة له في المملكة والطيار ومساعده كانوا سمحوا الرمضان انه هو يدخل قمرة القيادة ويجلس عليها وده تعتبر مخالفة صريحة لكل قوانين الطيران الدولية المنصوص عليها من منظمة الطيران الدولي الايكاو وسلطة الطيران المدني المصرية عقب الاطلاع على الفيديو جرت تحقيقه وتبين ان المقطع صحيح ولكن كانوا قالوا ان هما كانوا طفيين التحكم بالكامل لكن برضو ده مخالف وانه الموضوع ما كانش فيه ناس بقى قالوا انه ايه انه هو كان بيقود طيارة الطيارة دي كان فيها مدنيين وانها طبعا تم نفي هذا الكلام ونفس محمد رمضان كان بيهاجم قناة الجزيرة وقال لهم كفاية تاني يا جزيرة فين ضمير المهنة يا محترمين كفاية تضليل بقى ونشر صورة ليه وهو انه هو ما كانش طيارة فيها يعني ركاب دي طيارة كتخصة وهو كان مع شقيق ومحمود رمضان وصديق لهم داخل الطائرة فقط لغير هما التالتة وكان بس الخطأ اللي عملوه اللي هو قائد الطائرة طبعا الطيارة ومساعده انه هما كانوا بس ده مخالف يعني انه هو يقعد ويتصور كأنه بيصور كأنه بيسوق الطيارة بالنسبة بقى للطالب محمد راجح اللي قتل محمود البنة وطبعا محمود البنة يعتبر شهيد الشهامة ومطالبات وكانت شغلت مواقع التواصل اجتماعي الموضوع ده الفترة اللي فاتت كلها ووالده كان دخل مع عمر أديب برضو وتكلمه عن الواقعة وان هي كانت بالعمد وكان بيساعد راجح شباب تانيين والغاية دلوقتي موضوع الجزء الخاص بانه عنده كم سنة وهل هيكون في عقوبة راضعة ولا لأ ولا هينجوا منها لو هو أقل من تمنتاشر نائب العام احال اربعة متهمين بقضية قتل شهيد الشهامة او طالب المنوفية للجنايات وتم احالتهم الى محكمة جنائية عجلة اللي هو محمد راجح وتلاتة اخرين اللي هما التلاتة اللي ساعدوه وانه تم اتهمهم بقتل المجني عليه محمود البنة عامدا مع صبك الاسرار والترصد وزي ما بقول لكم دلوقتي قصة السن ومش السن احنا هنتابع ونشوف ايه اللي هيحصل لانه الموضوع يعني انه المفروض يكون شهدت الميلاد المحامي قال لك هو مش ممكن يعني يزور شهدت الميت تب يا جماعة دي سهلة يعني المحامي يطلع على شهد ميلاد الولد ونخلص الفيلم ده بدل ما احنا قاعدين كلام كتير بيتكلم الولد هينجوا ولا مش هينجوا وايه الموضوع وانه مسنود ومش مسنود والكلام ده كله فيعني فالحكاية يعني برضو صعبة شوي كان فيه كمان شقيقان وليد وحسام شهيدة الجدعانة حاول انقاذ جارتهما فمات حرقا التوأمان وليد وحسام قصة جديدة عنوانها الشهامة والتضحية بعد ما جريوا عشان يساعدوا جارتهم لانه جارتهم كانت بتسرخ في محيط اقامتهما في قرية العزيزية بالتباع المركز مينيا الامح لما حصل تصرب لكميات كبيرة من الغاز من اسطوانة بوتاجاز ولما حاولوا يساعدوا على الموقف اشتعلت النيران وفجرت الاسطوانة الوجود شعلة مشتعلة بالبوتاجاز داخل المنزل فلقيا مصرعهما بعد احتجازهما عدة ايام داخل المستشفى متأثرين باصابة هما بحروق خطيرة ربنا يعزي اه اسرتهم وبرضو يعني شوية حاجات كده كانت في مصر بس زيان بقول لكم خلينا اه يعني اه موضوع التهاب السحائي وكان اعلان ان فيه وفيات وبعدين بعد كده الصحة قالت انه اه ما اسير حول الاشتباه في اصابة حالة جديدة بين طلاب مدرسة ابتدائية بالتهاب السحائي انه نتائج التحاليجات سلبية وما فيش يا جماعة اي حاجة ليها علاقة بالالتهاب السحائي مدرية الصحة قالت انه الطفلة التلميذة تهى الف مين معين بمدرسة مصطفى النجار اه دي كانت اه الحالة المشتبه تباين بعد الفحص الكلينيكي عدم اصابتها بالالتهاب السحائي كان فيه برضو مدرسة كان مكتوب عنها انها مدرسة للدواعش وهي مدرسة سورية وكان كتب الصحة في محمد سامي عن لحظة من فضلك مدرسة او اكاديمية اسمها دار الفتح السورية فرعي 6 اكتوبر ونشر صور للصفحة وقال لك انزعكت جدا لما تفرجت على كام فيديو مقسمين الطلاب شعب عشان كده عندي شوية اسئلة عايزة اوجهها هالمدرسة دي عندها ترخيص من وزارة التعليم او من اي جهة حكومية هل عليها رقابة واقينوا عن رقابة واقينوا عن رقابة دي هالمصرح بالزي اللي ظاهر معليش تزميلنا هاتلي الزي تاني شايفين الزي اللي الولاد لابسينه ايه فهل ده مسموح به هالمنطق ان يتم تدريس مواد دينية زي الفقه والحديث والتفاصيل لتلاميث النهوم متجوزش اتناشر سنة هالمناهج دي تم مراجعتها من الازهر محتاج اجابات محددة وسريعة عشان ما نكونش بالربي دواعش واحنا مش واخدين بالنا كمان اثار الموضوع ده المهندس ماجد فرج وقال انا بقدم بلاغ للنائب العام ان اعتبار ده بلاغ ضد وزارة التعليم من اول الوزير لبواب الوزارة والتهمة الخيانة العزمة وبالفعل وزير التربية والتعليم اهتم ورد وقال انه المدرسة دي مدرسة لا تتبع الوزارة من قريب او بعيد وان هي مش مدرسة بل مركز للدروس الخصوصية وانه هو الوسائل الاعلام لما تنقلت الحاجات دي كلها قال هتقوم المدرية بالتعاون مع وزارتين التنمية المحلية والداخلية بغلق هذا المكان المخالف لقوانين الدولة المصرية وانتظر تقرير مفصل من المدرية عن هذا الموضوع للوقوف على كافة تفاصيله وبرضو فاجهنا محمد الباز بان فيه مئة الف اخواني في تلات وزارات تم تعيينهم من الفين واثناشر لما سمعنا وزير التربية والتعليم كان قال ان هم فصلوا الف وسبعين بس مدرس او حد من العامل مش مدرس بس عاملين في وزارة التربية والتعليم يعني هم نتكلم عن لسه فيه تسعين الف اخواني في وزارات فين دول هيتم التعامل معهم امتى وازاي والكلام ده كله نيجي بقى ليه معلش هنا يمكن طولت شوية في المواضيع بتاعت مصر ومش هقدر اقول غير بس عنوين بالنسبة لشركة أوسط وعالمي لكن اخر حاجة موضوع تداول رواد مواقع التواصل اجتماعي مشاهد لكلب بيقود موتوسيكل في احد شوارع بس طبعا يعني هو الكلب ورا سحبه يعني بس ده الفكرة ان الناس طبعا كلها كانت مالك الكلب ويجلس خلف الكلب ده ولكن الكلب هو اللي كان مسيطر على القيادة بدأت الناس تعليقات تنهال على مواقع التواصل اجتماعي بين فريقين فريق يرى ان المقطع طريف ويدعو للضحك وفريق اخر بيحذر من تلك الممارسات اللي ممكن تتسبب في حوادث وخسائر على الارواح والفيديو حصد مشاهدات ضخمة في وقت قياسي بعدما حصد مشاركات وتعليقات بالالف اما بالنسبة بقى لللي حبيحصل في الدنيا في الشرق الاوسط والعالمي فعندنا في كتالونيا احتجاجات تانية بيطلبوا برضو بانفصال كتالونيا ويعايزين تطبيق تسنامي الديموقراطية بيشعل مظاهرات في برشلونة وكان في احكام بالفعل على حاكم كتالونيا قبل كده لو تفتكروا لانه اسبانيا مش موافقة على انفصال كتالونيا لكن الحقيقة التظاهرات تصعدت بشكل كبير جدا لدرجة ان فيه تخريب وحرائق وهجوم على مباني وبرضو يعني حاجات بيتم يعني الهجوم عليها من التوراس اللي معروف في برشلونة اللي هو جاودي يعني من الفنان جاودي هناك برضو بيهجموا على حاجات وقالوا ان في حاجات فنية بيخربوها ويحرقوها ويحرقوها ويقصروها نيجي بقى بالنسبة لسوريا نائب الرئيس الامريكي هو والوزير الخارجية مايك بانسو مايك بومبيو هيروحوا بكرة تركيا وهالمفروض انه هو هيكون فيه لقاء مع الرئيس اردوغان الاول قالوا ان اردوغان مش هيقابلهم بعد كده رجعوا وقالوا لأ اردوغان هيقابلهم كان فيه طلب من امريكا بان لاردوغان ان هو يوقف العملية العسكرية لكن اردوغان قال ان انا مش هوقف العملية العسكرية الا بشرط واحد لو المسلحين الاقراض انسحبوا وحطوا لنا كده الاسلحة بتاعتهم قدامنا والعملية مستمرة والعملية نجحة وهتستمر اما حول بقى انه موضوع زي ما بقول لكم كده كان فيه تصريح من بومبيو بيقول اردوغان مسؤول عن عدم الاستقرار في المنطقة وبعد ما كان اردوغان مش عايز يقابلهم وبعدين هيقابلهم الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس النواب الامريكي يتفقان على ان هم هيقدموا مشروع لفرض عقوبات على تركيا ولكن كمان عايزين يعني برضو يعني يعتبر رفضين لقرار ساحب القوات الامريكية من تركيا من عفوا سوريا والسماح لتركيا بهذه الضربة العسكرية والغزو العسكري معترضين عليه ترامب فرض عقوبات على وزراء في الحكومة التركية ترامب اعلن وقف المفاوضات مع تركيا وكشف عن حزمة عقوبات امريكا تتهم بنك تركي بدعم ايران والالتفاف على العقوبات امريكا بيقولوا برضو ان احنا بنسيطر على الاجواء شمال شرق سوريا وهنوسع العقوبات حال استمرار الازمة وترامب بيقول احنا ما عندناش مشكلة الحقيقة هو بدأ برضو تصريحات بيقول فيها ان الاكراد مش ملايكة وانه حزب العمال الكردستاني ممكن يكون اشد ارهابا من تنظيم الدولة فدي برضو تصريحات جديدة لدونالد ترامب آآ نانسي بلوسي قالت انه ترامب غضب وقطع الاجتماع بشأن سوريا فور علمه بتمرير تشريع يودين قرار سحب القوات وزعيم الديمقراطين في مجلس الشيوخ الامريكي قال ترامب ما عندوش خطة لاحتواء مقاتلي تنظيم داعش لانه بالفعل انتشرت فيديوهات بتقول ان الاكراد بالفعل آآ سابوا مجموعة من مساجين يهربوا وزي ما بقوله قراد على الموضوع ده ترامب بقوله ايه بقى ان التهديد الارهابي الحزب العمال الكردستاني اكبر من تهديد آآ داعش لكن اردوغان ماشي زي ما هو اعلن عن اقامة منطقة امينة داخل الاراضي السورية هيحدد طولها وعمقها ومستمر في في الصراع او في الغزو التركي واعلن خطة كمان لاعادة تلاتة ملايين لاجئ سوري لبلدهم وآآ بدأت برضو هنجاريا اعلنت عن استعدادها ان هي تتعاون مع آآ تركيا بشأن المنطقة الامنة وآآ قوات سوريا الديمقراطية آآ اعلنت ان الاتفاق مع الجيش السوري خطوة نحو التوصل لحل شامل لحل عفوا لشمال شرق سوريا في الدستور والاكراد اتكدوا ان اتفاقهم مع دماشق يمنع الجيش السوري من دخول آآ المدن وبالفعل كانت اتنشرت وصيقوا التفاهم زي ما انا كنت بقول لكم الحلقة اللي فاتت ما كانش فيه وصيقة لكن احنا عندنا طبعا لسه اخبار كتير مش هينفع نقولها النهاردة هنحاول نقولها لكم الحلقة الجاية وانتظرونا يوم الجمعة والمزيد ومرة الاحداث. الى لكم. اشتركوا في القناة